اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بكم دكتور مصطفى لقبل حكينا عن الغداء الدرقية خمول وفرط نشاط لألة وأسبابه وأكيد التأثيرات اللي بتكون للجسم فخلينا نحكي اليوم عن تضخم الغداء الدرقية شو هو تضخم الغداء الدرقية دكتور؟ أولا صباح الخير لكم والعاملين في وطن FM وكل المستمعين صباح الخير والأمل والتفاعل صباح الخير وأنا سعيد جدا بأن أكون هنا في الاستديو أكيد نحن أصعب دكتور كما ذكرت الغداء الدرقية هي أكبر الغداء الصماء موجودة في مقدمة الحلق أمام الحنجرة شكل الفراشة وزنها لا يتعدى 25 جرام لكن هي الماسترو يعني الفاعل المنظم وربما القائد والموجه لكل وظائف الجسم وظائف الغداء الدرقية يعني يجب أن يكون هناك توازن نعم في الإزدياد يكون أعراض وتأثير كبير وفي الانخفاض أيضا يكون لها تأثير وأعراض تؤثر على كل وظائف الجسم نعم من الدماغ إلى كل أعضاء الجسم في حال الاستياد يكون هناك الشخص يكون متوتر يكون عصبي يكون عنده خفقان يكون عنده رجفة فيكون عنده ربما إسهال نعم في حال أن هبوط أو همود الغداء الدرقية يكون هناك خمول، كسل، تعب، وهن، إمساك فيجب أن يكون هناك توازن في وظائف الغداء الدرقية نعم نحن هذه وظائف الغداء الدرقية اليوم نتكلم عن حجم وشكل الغداء الدرقية نعم فالغداء الدرقية هناك شيء يتعلق بالحجم والشكل وهناك شيء يتعلق بالإفراز زيادة أو نقصان نعم اليوم نتكلم عن تضخم الغداء الدرقية قد يكون هذا التضخم تضخم انسجامي قد يصل إلى حجم كبير قد يصل إلى كرة القدم وقد يكون مثل التفاحة وقد يكون أصغر بكثير لا يمكن قد يستطيع الطبيب من خلال المعاينة بالفحص باليد نعم أن يكتشف هذا التضخم وقد نحتاج إلى التصوير الألترسون لكي نؤكد وجود هذا التضخم أو عدم وجوده فالتضخم قد يكون بسيط جدا وقد يكون كرة القدم يستطيع كل شخص أن يرى هذا التضخم وقد يبدأ هذا التضخم بإعاقة المريض عن التنفس نعم يبدأ بالضغط على الحنجرة قد يكون هناك إعاقة التنفس صديق تنفس أو قد يكون يصل إلى صعوبة بالبلع وإن كانت هذه نادرة طيب دكتور هل أنت عم تقول أنه بتشخيص بيبين عن طريق مثلا الفحص للطبيب المختص طيب ممكن الشخص هو يعني يشعر بهذا الأمر مثلا أنه وقت يحط إيده برقبته ويحس بشيء زيادة أو مثلا عقدة موجودة هل ممكن يعني الشخص يشعر بهذا الأمر ولا إله أعراض محددة اللي بتنبهنا وبتأكيد بتخبرنا بهذا الشيء ذلك أنا أردت أن أقول الوظائف شكل والحجم شكل نعم قد يكون زيادة بالحجم مع زيادة إفراز قد تجعل المريض بسبب زيادة الإفراز أن يعني يحس بالأعراض أو قد يكون بسبب الحجم نعم كلما كبر الحجم والشيء الجميل أنه هذه الغدة هي الغدة الوحيدة من الغدة الصماء المرئية التي يمكن أن نراها لأنها واضحة وتتحرك أثناء البلع لذلك عندما نفحص المريض نضع يدينا على مقدمة الحنجرة ونطلب من المريض أن يبلع نعم أن يبلع شيئا ما فأثناء هذه الحركة نكتشف هل يوجد هناك ضخامة بالغدة هل يوجد هناك عقد بالغدة فالمريض بنفسه قد يشعر أن هناك شيء يتحرك زيادة يمكنك عندما ينظر إلى المرأة نعم نعم قد يعني يشعر بالحجم هو قد يشعر بمضاعفات الحجم أنه بدأ يشعر بضيق تنفس لكن من الشيء قد يهمل الطبيب والمريض وخاصة عندما تكون المريضة متحجبة يعني هناك نكتشفت كثير من الحالات نعم يعني تكون المريضة الخاصة للفتاة يعني تعاني من أسباب نفسية يعني ذهبوا بها إلى المريضة النفسية أو ذهبوا بها إلى الشيخ أو كذا وكذا لمعالجات أعراض زيادة إفراز الغدة الدرقية ولم يطلب الطبيب أن يكشف على الغدة الدرقية بكون أن الفتاة متحجبة أو لم تريد أن تفتح عن رقبتها فهذا أمر يجب يعني عدم إحمال فحص الغدة الدرقية لأنني كما قلت الغدة الدرقية هي الماسترو تؤثر على كل وظائف أعضاء الجسم يعني عندما يكون هناك خمول، توتر، عصاب، زيادة إفراز، خفاقان في كل الأمور يجب منذ البداية أن نفحص الغدة الدرقية حتى لا نهمل ضخامة وجود عقد في هذه الغدة الدرقية دكتور شو هي الأسواب الأساسية ممكن تعرض الشخص لهالتضخم الموجود يعني كيف هو ممكن يحمي ويقي نفسه من تعرض لتضخم الغدة الدرقية أولا سابقا كان أكثر هذا يعني أن نلاحظه بشكل كثير هو التضخم المتجانس أن يكون هناك تضخم متجانس بدون أن يكون عقد يعني بهذه الغدة هذا التضخم المتجانس أكثر سبب له هو نقص اليود في ملح الطعام لكن في السنوات القليلة الحالية تم يعني كثير من الدول أكدت على أن يجب أن يكون هناك يوجد نسبة من اليود متوفرة في ملح الطعام هناك بعض المناطق يعني مثلا اليوم في تركيا في منطقة البحر الأسود هناك نوع من الطعام الملفوف الذي يأكلونه بكثرة نعم وأكثر ما يوجد في تركيا التضخم الغدة الدرقية هو في منطقة البحر الأسود بسبب أن هذه المادة لا تحتوي على اليود وهناك فقر في يعني نقص في اليود الموجود في الغذاء لكن حاليا بدأنا لا نرى هذا الحجم الكبير من التضخم بسبب أن كل الدول وزارات الصحة أكدت على نسبة اليود في الطعام فأهم سبب في التضخم المتجانس هو نقص اليود في الموجود الطعام هناك أسباب أخرى مثل التدخين مثل الكحول مثل بعض الأدوية وهناك التعرض لكثير من المواد المشعة بعد تفجير المفاعل النووي في روسيا بدأنا نرى أيضا هناك زيادة في أمراض الغدة الدرقية أسباب ليست يعني كثيرة المعروفة ليست كثيرة هناك أسباب غير معروفة أيضا نعم طيب دكتور إلى أنواع وأقسام لا تضخم الغدة الدرقية ولا هي شي محدد واحد بس لا قلنا التضخم المتجانس نعم هذا يعني بسبب نقص اليود يكون هناك الغدة تقوم بزيادة يعني عمل نشاط زيادة الخلايا من أجل تعويض هذا النقص فيكون هناك زيادة بالخلايا المتجانسة لكن الأخطر منه هو العقد التي تكون موجودة داخل التضخم الدرقية نعم هناك العقد هذه هي التي ربما يعني تتحول إلى خلايا سرطانية لذلك يجب اكتشاف العقد التي موجودة في الغدة ومعالجتها والتشخيص الصحيح والمعالجة السريعة نعم فأهم شيء عندما نكتشف أن هناك هناك صراحة يعني نوع من البروتوكول المتعامل به كل يعني الأطباء يعرفونه عندما يكون هناك عقدة في الغدة الدرقية يجب أن نميز أن هذه العقدة هل هي عقدة حارة أم باردة إذا كانت حارة طبعا يكون الأمر مقبول قد يعني تكون سليمة بشكل عام لكن الخوف هو من العقد الباردة التي لا تفرز أو العقد الباردة التي من خلال التصوير هناك نوع من أنواع التصوير لهذا الأمر يظهر أن هذه العقدة هي عقدة باردة لذلك يجب الخطوة الثانية هي أن نأخذ من خلال خزعة عن طريق الإبرة نأخذ هذه الخزعة وحسب التحليل يكون العلاج لكن في حال أن يكون العقدة يعني باردة أو يكون التضخم المتجانس يمكن أن يعني يكون العلاج من خلال الدواء يعني نعطي هرمون الغدة للمريض فتبدأ الغدة بيء قد لا تكون هناك تجاوب أن يتنمو يعني هذا التضخم يقل لكن هذا هو العلاج الأساسي ثم يأتي العلاج الجراحي يعني هنا العلاج الجراحي ثلاث أسباب للعلاج الجراحي إما بسبب أن هذه العقدة إذا اكتشفنا أنها عقدة باردة وهناك خمسة إلى سبعة بالمئة من العقد تتحول إلى خلايا سرطانية فعندما نكتشف أن هذه العقدة يمكن أن تتحول إلى خلايا سرطانية يجب استأصالها بشكل مباشر والغدة بشكل كامل قد يكون الأمر استأصال الغدة بشكل كامل وعندما يكون هناك تضخم متجانس أيضا تستأصر يعني ثلاث أسباب للعمل الجراحي إما لأن هناك خشية أو خطورة من تحول هذه العقدة إلى خلايا سرطانية أو بسبب الضغط الذي قلنا عنه أن تعيق التنفس الإنسان أو بسبب التجميل يعني هذه الغدة الموجودة بشكل كبير يعني يحتاج الإنسان إلى إزالتها لأنها يعني منظرها غير جيد هلأ متعارف عند الناس دكتور مصطفى أنا إذا حسيت بشيء مثلا متضخم فمعنات أنا معي سرطان أو معي كتلة خبيثة تكون موجودة يعني عندي إياها فأنت عم تقول بجوز ما تكون هي مثلا يعني هي بداية سرطان فطيب دكتور مصطفى شو بتنصح الشخص وقت يشعر بهذا الشيء وقت مثلا يحط إيده هيك على رأبته ويحس أنه فعلا في شيء متضخم يعني عم يشعر فيه هو بس ليلمسه للغدة الدرقية طبعا ليست كل عقدة هي عقدة قد يعني تتحول إلى خلايا سرطانية قبل العشرين عام وفوق السبعين عام هذه مؤشرات خطورة عندما تكون العقدة بدأت قبل العشرين عام أو بدأت بعد السبعين عام أو يكون هناك نمول العقدة بشكل كبير يعني كانت صغيرة خلال فترة قصيرة بدأت تكبر بشكل متسارع هذا مؤشر عنها ربما تكون هي سرطانية وأيضا ترافق العقدة الدرقية بعقدة بالغدد اللمفاوية نعم زائد ترافق هذه العقدة بحالات فقدان وزن حتفاء حرارة أمور أخرى كل هذه المؤشرات ربما يعني مؤشرات أن هذه العقدة عقدة سرطانية لكن ليس كل عقدة هي عقدة سرطانية نحن كثير من العقد هي سليمة وغالبيتها سليمة قلت أنا خمسة إلى سبع بالمية من هذه العقدة قد تكون سرطانية لكن الغالبية غير سرطانية المشكلة أن الطبيب لا يستطيع أن يكشف من خلال الفحص الضروري هو يجب أن لا يهمله أي طبيب سوى خمسة إلى خمسة عشر بالمية من هذه العقدة نعم ربما أقل من ذلك إلا إذا كان متمرسا ويستطيع يعرف كيف يفحص المريض لكن من خلال الألتراثون قد نكتشف أن هذا النسبة يعني قد تصل إلى خمسة وسبعين من المية من الأشخاص لديهم عقد درقية لم يستطيع المريض من خلال الفحص باليد أن يكتشفه فالألتراثون ضروري جدا لإكتشاف العقد نعم دكتور مصطفى حاج حامد نحن كثير سعيدين بوجودك معنا بستوديو صباحك وطن ونتشكرك كثير على كل معلومة قدمت لنا ياها ولكل نصائحك الجميلة لهذا النهار وأنا سعيد جدا وشكرا لكم ولكل العاملين وأتمنى لكم تطفيق ونجاح شكرا كثير ويسعي صباحك من جديد